الله يا رب يبقى يوم جميل وتبقى فترة مختلفة على المنتخب ويبقى في كلام مختلف شوية بقى اللي جاي واللاقي حلول بجد بص الأمنيات كبيرة والأمنيات كتيرة جدا وماش هينفع ان احنا نبدأ الفقرة دي غير لما نتكلم دلوقتي عن وضعنا السيد عبدالقادر احنا احنا فين يعني احنا كل مرة احنا هناك قوي هنطول هناك يا سيد عبدالقادر وانا هنرجع سريعا لا شكلها هنطول طب عشان ما اطولش ايه اللي لازم يحصل قبل ما نتفعل معك باقي ملفات ده سؤال بنترحه كل سنة خلي بالا هو سؤال سنة ويمعانا احنا لو فتحنا ارشيف مثلا الاهرام سنة 1920 قبل ما نعمل كرة اصلا لا ونفس الكلام اللي بتاقي كل مرة يعني احنا مثلا على سبيل المثال امبارح كان المفروض اتحاد الكرة استقار على مدير فاني اجنبي وعاين محمد نيشي قالك نجيب مدرب وطني طب مين المدربين الوطنيين المطروحين مش عايزين يقول هو فيه تصرع ليه في التصريحات ما نهدى نقرر مع بعض نتشاور وعاين نطلع تصريح هو الفكرة ان بيقى فيه مثلا ناس قاعدين على التربزة كل واحد برأي فكل واحد عايز تصرع برأيه وبيشوف هل الناس هتتتقبلوا ولا لا هو ده اللي بيحصل دلوقتي يعني دلوقتي قالك لا نوفر الدولارات اللي هيخدها المدير الفاني الاجنبي او اليروهات او اي ان كان العملة الصعبة اللي هيخدها ايه زي ما شوفنا فيتوريا ومرتبه الكبير جدا راجل يعني واخد شارت جزائي 600 الف يورو رقم 600 وعنده 200 اصلا راتب يعني 800 فعلا لكن هو الشارت الجزائي الواحد 600 الف قالك نوفر الفلوس دي بما ان كده كده يعني ما بنكسبش نتيجة واحدة في النهاية فمين المدير اللين الفانيين المصريين اللي على الساحة المطروحين دلوقتي هي دي على مستفهام كبير يعني حتى هما ما بيقولوش من الشارت ليست مش عارب تستفهم عنده الجمهور لان الجمهور قال قوله في هذا الاطار ودي مش المرة الاولى اللي يقوله فيها قوله فكرة حسام حسن تحديد انا شكرا بكلام واضح من الكلام هو طبعا يمكن حسام حسن هو المتصدر الترند في القصة دلوقتي وكابتن علي ماهر اسمه تلع برس وكابتن علي ماهر اعتقد ما فيش حد تالت با فيه كلام بقى بعيدا عن المدرب الوطني المحلي اتدى يبقى فيه كلام عن فيتسو موسيماني الله طبعا طبعا ده إبداع الله يعني كيروش يرجع ماشي فيتسو موسيماني للمنتخم وكيروش يرجع ونرجع كوبر بقى ونجيبش ومنجيب من وفه سي طبعا لو حنرجع بقى منرجع كابتن حسن شحاتة ودنيا تحلوه معا وحسن شحاتة لو قلت له يرجع مش اقول لا يعني لو كانت حسن شحاتة لو قلوله يرجع هو الرجل هيرحم هو نفسه على فكرة وكان مرشح قبل فيتوريا وكان فيه كلام انه خلاص هيتطفقه معا لكن يمكن الكلام اللي بتقال دلوقتي انه ممكن ياخد منصب بقى على اشراف على اتحاد الكورة على منتخب مصر في اتحاد الكورة يمكن هو المنصب ده حتى الان بعد حزم امام يعني فيه ضبابية حول هذا المنصب هل هيستمر هل مش هيستمر برضه التسريبات بتخرج من اتحاد الكورة وانا اقصد اقول تسريبات لانها تسريبات فعلا بتطلع من اتحاد الكورة مش مجرد اخبارهم يعني بلالين هوا كده بيشوفوا هل الناس هتتقبلها ولا لأ نلغي المنصب ده ولا من الغوش احد الاعضاء عايز يستقيل طب لو ما هو عايز يستقيل ما استقلش ده هو المنصب ده حسن بالفعل يعني مش خده برضه نهواند ولا ايه على مدير الفني للاتحاد هو قالك كابتن علاء نبيل ده الاسم اه قالك انا اصدي المشرف على المنتخب يعني فيه كان حزم امام كان هو المشرف على منتخب طبعا الفكرة ان احنا نختار حد يخطط للمنتخبات عموما مش منتخب مصر الاول يعني احنا مين اللي هختار المدير الفني عضاء الاتحاد الكورة طبعا هم فشلوا قبل كده لا احنا عايزين بقى لجنة فنية زي ما بنشوف في الاهلي زي ما بنشوف في الاندية الكبيرة اللجنة فنية فيها 3-4 ناس حكماء لجنة حكماء زي ما بيقولوا لجنة خبراء وهم اللي بيختاروا ايه طموح اللي تفيه ده وستعبت يعني ازاي تقول حاجة زي طبعا ده لازم يبقى موجود ومن زمان على فكرة يعني ناس نجحت ازاي كابت حاسن شحات الراجل يعني عنده نجاح غير طبيعي ان هو يقدر يقول لك المنتخب ده ينجح ازاي لو مش هو هيكون في منصب المدير الفني لا هو عارف الدنيا هتمشي ازاي وعارف هخطط للدنيا ازاي وفي اسماء كتير على فكرة ومش لازم برضو ناس عندها خبرات كبيرة قوي لا في ناس كمان على مستوى الكوادر الشاب اللي احنا بنشوفها مؤخرا لا في ناس محترم وفي ناس تقدر يبعندها الادارة اليدى بشكل محترم جدا لكن الفكرة ان احنا لو ما بنيجي بنختار فتحاد القورة ما بنختارش صحة للاسف بنختار بنشوف الارخص فين يعني بنشوف الارخص من اللي هيجيل نعريد بنشوف الارخص ما هو الارخص بالنسبة ما هم بيدوروا في صفحات كلها ناس تقيلة فلما ييجي واحد يقول لهم ان اخد 400 الف واحد تاني يقول لهم لا انا اخد 200 الف هيقول لك كتبوا 200 الف ما ادربشوا منتخابات قبل كده مش مشكلة يعني احنا عندنا في رقعة كويسة واي حد